نحن هنا أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في الميجر وهي القاعدة التي كانت تضم سابقا مقر قيادة عملية برخانة الفرنسية هنا أمامها منذ الصباح بدأ المئات يتجمعون أمام هذه القاعدة من أجل المطالبة برحيل الجيود الفرنسيين من القاعدة هذه وكذلك من الميجر ربما عددهم يقدروا بالآلاف بدأوا في التوافض إلى هذه المنطقة للاحتجاج ودعم المجلس العسكري الحاكم وكذلك للمطالبة بطرد السفير الفرنسي وبطرد الانسحاب الفرنسي من الميجر ليس فقط على المستوى الدبلوماسي وأيضا على مستوى العسكري وضرورة أن تسحب فرنسا جنودها من الميجر فورا هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضا بالتزامن مع تقريبا انتهاء المهلة التي منحها المجلس العسكري للسفير الفرنسي من أجل مغادرة الميجر وهو القرار الذي أقرى الغضب الفرنسي وترفض باريس لحد هذه الساعة أن تطبقه نحن في انتظار ما الذي سيعلن عنه المجلس العسكري بشأن السفير الفرنسي في الأيام هناك غضب شعبي واسع داخل النيجر هؤلاء الغاضبون يطالبون بضرورة أن ترحل فرنسا وأن تسحب جنودها وكذلك يطالبون المجلس العسكري الحاكم بأن يقطع كل علاقاته الدبلوماسية والتعاون العسكري وكذلك التعاون الاقتصادي إذن هو غضب واسع في الشارع في الميجر بشأن هذا الموضوع كانت هناك أيضا تعزيزات أمنية كبيرة جدا حول السفارة الفرنسية هذا الصباح